إذن هذه أسور الجديدة التي نعرضها لكم على الشاشة ومشاهدين لموقع الاستهداف الإسرائيلي لوفيق صفا إذن في رأس النباع لمبنيين إذن هذه أسور تظهر حجم الدمار الذي لحق بهذين المبنيين بعد الضربة الإسرائيلية وبعد الضربتين الإسرائيليتين منذ قليل إذن مشاهد جديدة لحد الآن الحصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع الألقام الرسمية تتحدث عن 22 مدني قتلوا وأيضا أكثر من 100 جريح لحد اللحظة هذه الحصيلة الأولية في حين لم يتبين بعد مصير وفيق صفا مصادر لحزب الله لا تتحدث لوسائل إعلام غربية بأنه لم يكن متواجدا في المبنيين وبأنه نجى من هذه الضربة الإسرائيلية ولكن هذه أسور تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمبنيين المأهولين بالمدنيين في وسط بيروت بعيدا عن الضاحية الجنوبية